تواصل مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مساعيها الجادة على مختلف المستهويات لتحقيق الهدنة والتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع الجهود المصرية أسفرت عن التواصل لاتفاق هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في نوفمبر من العام الماضي وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومصر لا تتوقف مساعيها من أجل التهديئة ووقف إطلاق النار وتجنيب سكان قطاع غزة فورة العدوان الإسرائيلي التحرك المصري دبلوماسيا كان على كافة المستويات وبكل الأطراف من أجل حماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية واستعادة الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي إطار إيمان لا يتزعزع بأهمية حل القضية الفلسطينية وضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة جاءت تحرك المصري عبر الاتصالات واللقاءات وصولا إلى المفاوضات أولى ثمار الجهد المصري جاءت في الآلان عن اتفاق الهدنة وذلك في نوفمبر عام 2023 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية قطرية أمريكية وهو الاتفاق الذي نجحت مصر بمقتضاه في إدخال عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود إلى قطاع غزة إضافة إلى إفراج الفصائل الفلسطينية عن خمسين من النساء والأطفال المحتجزين في غزة مقابل قيام إسرائيل بإطلاق صراح عدد من النساء والأطفال الأسرى في سجونها توالت بعد ذلك الجهود المصرية والدولية للبناء على اتفاق الهدنة وجاءت محادثات باريس بين إسرائيل وحركة حماس بمشاركة وحضور الوسيط القطري والأمريكي ولات استؤنفت بعد ذلك في القاهرة لكن من دون أن تكلل بالنجاح بسبب التشدد الإسرائيلي والرغبة في استمرار العدوان والعمليات العسكرية على قطاع غزة الجهود المصرية حظيت بإشادة قادة العالم وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ثمن وقتها الدور المحورية الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية وأكد على تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة ومع استمرار معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتمسك إسرائيل بالحرب كوسيلة لتحقيق أهدافها وأغراضها عاد الجهود المصري من أجل وقف إطاق النار وإنهاء الحرب جهود مصرية جاءت في اللحظة التي اقتربت خلالها إسرائيل من تنفيذ عمليات اكتياح واسعة لمدينة رفح الفلسطينية وبالفعل تقدمت مصر بمقترحات لاتفاق جديد للهدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين مقترحات وافقت عليها حركة حماس وكان لإسرائيل كلمة أخرى حيث رفضتها في اللحظات الأخيرة واستمرت في عملياتها العسكرية غير عابئة بالدعوات الإقليمية والدولية بخطورة اقتحام آخر ملاذ آمن للفلسطينيين في قطاع غزة ورغما عن كل ذلك لم تفقد مصر الأمل ولم يفتر حماسها أو يتراجع التزامها بدعم ومساندة الفلسطينيين في هذه المرحلة العصيبة من خلال التحذير من مخاطر الإبادة الجماعية والجوع الكارثي وتفشي الأمراض الذي يكتاح قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي وأيضا عبر تأكيدها على ضرورة الضغط على إسرائيل لتجنيب المنطقة مخاطر قد لا يمكن تجنيبها